وبالمناسبة الحاجات دي احنا لعبتنا المصريين طول حياتهم عايشين في القرار الأفريقية دي ظروف العادية اللي بنشتغل بيها وكان فيه أسوأ منها كسير ده فيه تطور كمان بس خلاص دي أمور عادية احنا لو اشتغلنا وتعبنا واكتهدنا هنكسب هنكسب لو الحكم نازل واخد قراره ان انت تخسر شوف بقى بقولك ايه لو نازل واخد قراره ان انا هعسب على مصر 6 ضربات جزاء و 6 طرد وهخلص شوف بقى انا ببالغ لو كل الظروف دي موجودة طبعا لو سيدة طرد المباراة تتلغي انا بهزر بس يعني لو هو ناوي يعمل كل ده انت برضو لو اشتغلت وتعبت واكتهد هنكسب بإذن الله وانا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب دون مقاطعة متفائل تفاؤل مش طبيعي انا ما تفاقلتش بمواجهة الكاميرون زي ما يعني عفوا ما تفاقلتش بمواجهة المغرب وخدفار زي ما تفاقلت بمواجهة الكاميرون حسن مع كل الظروف دي مع عملته الكاميرون كمنتخب او تحديدا بصراحة سامو الائتو انا بصراحة يعني خزلني سامو الائتو خزلني احنا لاعب ده كنا بنحبه كلنا كلاعب في ارض الملعب كنا فخرين بيه وانه هو يعني واحد من افضل لعب الافاركة اللي جنب في التاريخ في تاريخ الكرة العالمية كمان سواء بقى مع برشلونة او مع انتر او مع اي فريق لعب ليه سامو الائتو كان دايما لعب عظيم ولاعب رائع ومهزب وفخر للقرة الافريقية تصريحاته غريبة تصريحاته غريبة فيها مبالغة على فكرة مش بحلل بس لما بتشوف اخواتنا في القرة الافريقية هي دايما تصريحاتهم بيبقى فيها حماش شديد وفيها كثير من المبالغة احيانا بالمناسبة يعني بس انا مش بقول الرد او الدفاع لا هيدافع عن نفسه بيه سامو الائتو بس انا ببقى متفاهم ده بس بما انك انت بقت مسئول مسئول انت رئيس الاتحاد الكاميرودي اللي قلت قدم الدولة المنظمة لكاس الامر الافريقية فكل حرف اكيد محسوب عليك طبعا انا بقول الكلمتون دول بفضفض معاكم هو مش هيسمعني سامو الى اوتو بس بفضفض معاكم يعني يعني هو بما انه مسئول فكل حرف هيبقى محسوب عليه ويعمل الجملة الشيء اللي حراكم سمعتوها كلكم ان المباراة هي بالنسبة بيقول لعيبتك كامل وان هي بالنسبة لنا مباراة حرب والمباراة ديت لازم نكسبها هي بالنسبة لنا حرب هي مش حرب ولا حاجة وقال له سكيروش رد عليه على فكرة النهاردة وقال له ان احنا بنلعب كرة للمتعة يعني مش حرب للمتعة والفرحة والسعادة مش للحرب وده شيء محترم من كيروش على فكرة تصريحات كيروش النهاردة رغم ان فيها انتقاد وهجوم مباشرة على سامو القلتو ولكن تصريحات ذاكية ومسؤولة جدا وهو ده الفرق بين المسؤول واللي مش مسؤول المسؤول يقول تصريحات مسؤولة حتى لو غاضب ومتنرفز ومتعصب وظروف مدايقية بس تقول تصريحات مسؤولة محدش يمسك عليك غلطة محدش يمسك عليك غلطة عجبني جدا تصريحات كالوس كيروش النهاردة تصريحات في غاية الاحترام طيب محدش يمسك عليك غلطة